السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مستر محمد مختار معلم أول لغة إنجلزية أعزائي طلاب الصف الأول الأعدادي يونت 3 ليسون 4 الوحدة التالتة درس الرابع سيونت بوك كتاب الطالب بيج 28 صفحة 28 بنفتح سوا شباب لك أدى بيك شارز أنزل للصور يا ترى القصة عن إيه ممكن أقول أدفنشر مغامرة هل هي قصة حقية لا هي مش قصة حقية شباب لا مش قصة حقية هي قصة خيالية فكشن يعني مغامرات ألس في أرض العجائب باي لويس كارول اللي كتبها لويس كارول مغامرات ألس في أرض العجائب هي قصة للأطفال مشهورة ألس's adventure begins when she goes to wonderland بتبدأ المغامرة بتاعت ألس عندما تذهب إلى أرض العجائب ألس thinks that wonderland is interesting بتعتقد أن أرض العجائب دي شيقة but it's a strange place لكنها مكان غريب هي بنت عاقلة كلمة sensible عاقل but she does not understand wonderland لكنها لا تفهم أرض العجائب ألس is also brave أيضا ألس شجاعة and clever وشطرة ماهرة she meets a lot of interesting characters بتقابل كثير من الشخصيات الشيقة طيب ألس often sees the white rabbit يعني غالبا بترى الأرنب الأبيض اللي موجود عندنا ده يا شباب the white rabbit is very busy الأرنب الأبيض ده مجغول جدا and he is usually very late وعادة بيكون متأخر جدا he always runs fast دائما يجري بسرعة the chichir cat is a funny animal بقول أن القطة chichir حيوان مضحك أصلا كلمة chichir هنا هو جايب أن اسمها chichir chichir برضو معناها مفترس خلي بالكو يعني خد المعلومة دي أن chichir معناها مفترس ولكن هو جاي أن اسمها كده اسمها chichir cat القطة chichir حيوان مضحك he has got a big smile له ابتسامة كبيرة and he is very friendly وهو ودود جدا he tells Alice about wonderland بيخبر Alice عن أرض العجائب and helps her to find different places and characters وبيسعدها علشان تجد أماكن مختلفة وشخصيات مختلفة the queen of hearts is not very nice ملكة القلوب ليست لطيفة جدا she is a scary person هي شخص مخيف she is always angry دايما غاضبة and she shouts at people وتصيح تصرخ في الناس Alice is brave Alice شجاعة so she isn't frightened of her لذلك هي ليست خائفة منها at the end of the story في نهاية القصة all the characters help Alice so she can go home again كل الشخصيات بتساعد Alice لذلك هي بتستطيع أن تعود للبيت مرة أخرى read the story and answer the questions who is the character من الشخصية الرئيسية طبعا Alice which other characters are in the book من الشخصيات الأخرى اللي في الكتاب طبعا the cat اللي هي the white rabbit and the queen of hearts who has got a big smile من ليه ابتسامة كبيرة the cat أو the chitcher cat who is not very nice من اللي مش لطيف جدا the queen of hearts ملكة القلوب why is Alice able to go home لماذا Alice كانت قادرة أو قادرة على أن تعود للبيت as لأن the characters help her الشخصيات بتساعدها what can we learn from this story ماذا يمكن أن نتعلم من هذه القصة to be brave نكون شجعان sensible عاقلين and clever وماهرين أو شطار طيب look at the adjectives the adjectives in red بص على الصفات اللي باللون الأحمر use a dictionary to check the meaning استخدم القموص علشان تشوف معانيها write the words in your notebook وكتب الكلمات في الكراس طبعا إحنا عدت علينا الكلمات دي تعالوا نبص عليها مرة تانية عندنا شباب sensible عاقل brave شجاع clever ماهر busy مشغول scary مخيف angry غاطب play a game العب لعبة describe a character أوصف شخصية from the story من القصة for your partner to guess لي شريكك لكي يخمنها مثلا هنقول she's clever and play brave هي ماهرة وشجاعة she goes to wonderland تذهب إلى أرض العجائب طبعا هي ألس ممكن أقول مثلا he is he has a big smile له ابتسامة كبيرة he's funny مضحك طبعا the teacher cat طيب أقول مثلا he is always busy دايما مشغول he usually very late تمام he usually he is usually very late هو عادة بيكون متأخر جدا طبعا ده the white rabbit طيب she is scary هي مخيفة you better queen of hearts ترجمة نانسي قنقر